لا تبرد فوهات المدافع هنا جباهات مشتعلة في الشرق الأوكراني لا راحة فيها للجنود مع محاولة الجيش الروسي التقدم بأي ثمن نحو كراماتورسك المدينة الرئيسية الوحيدة المتبقية تحت سيطرة القوات الأوكرانية في إقليم دونياتسكا منصة ديبستيت للخرائط التفاعلية المقربة من الجيش الأوكراني تشير إلى تقدم جديد أحرزته الوحدات الروسية المقاتلة على هذه الجبهة مسيطرة على قرية فودياني وبلدة روديف كافي في اتجاه بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة بوصفها بركزاً لوجستياً للطرق وسكاك الحديد بدورها أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إحباط عشرات المحاولات الروسية لاختراق خطوط الدفاع الأوكراني في اتجاهات خاركيف وكوبيانسك وكراماتورسك وبوكروفسك وليمان تستخدم القوات الروسية على هذه المحاور القتالية القصف المكثف بمختلف أنواع القذائف للتغطية على تقدم وحداتها بحسب هيئة الأركان الأوكرانية بالموازات مع غارات جوية ساروخية وبالمسيرات على مختلف أرجاء أوكرانيا لضرب خطوط الإمداد التابعة للجيش الأوكراني قيادة القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط ساروخين من أصل ثلاثة سواريخ استخدمتها القوات الروسية وعدد من المسيرات الهجومية على مناطق كييف وتشيركاسي وسومي ودينيبرو بيتروفيسك وزارة الطاقة الأوكرانية أعلنت في بيان أن بعض الهجمات الروسية ركزت على منشآت للطاقة في سبع مناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية دون توضيح حجم الخسائر وفي حصيلة شاملة أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع قتل الجنود الروس إلى 626 ألف قتيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية ارتفاع قتل الجنود الروسية ترجمة نانسي قنقر